ايه مخيسة ما نتخيلش فيما كان الوضع في ليبيا نتخيلوا لي فهم أسباب أخرين ومهم ميسر أننا نعرفوا ما هو الأسباب الأخرين اللي موجودين الحاجة الثانية تونس عندها حليق آما تتصرف كدولة بلتجية معناتها كدولة باندية وتحل الحدود وتخليهم مش شق البحر وبر على روحك وش يهمها ومهماش وإلا تتصرف كدولة مسؤولة واحنا يظهر لي نخيروا أنها تتصرف كدولة مسؤولة وأي دولة مسؤولة تحمي حدودها الشمالية والغربية والشرقية مع تحمي حدودها الكل ولكن الحدود مستحيل بشي تجينهار وتولي إرميتيك مش تقعد ديما فما فجوات ومش تقعد ديما فما ثغارات أنا من ناحية هذه اللوم على الحكومة التونسية في حاجة اللي مش معقول الناس ذوما يقعدوا مفرتين في الشوارع ومهما يقولوا جماعة حقوق الإنسان والمرصد والجمعيات ولي تحبنتي بالنسبة لي أنا يجب أن تتعمل المخيمات مخيمات بالتباع يكون فيها ظروف العيش اللائق مع أنت ماكلة باهية وظروف إقامة باهية وناس كرمتهم محفوظة وكل شيء ولكن فما فرز يزمو يسير أنا اللي نلقاه في الشارع ما عندوش أوراق نهزو للمخيم أولا باش نثبت ساعة من حالته صحية بنعرف فما أمراضها السيداء السل أمراض أخرى لا مش عنده موما باركة في بالي مش عنده موما باركة نحكي لي كناش أوراق نحكي لي كناش أوراق المرص بش علاقة بالأوراق عبدك يتاخذ أوراقه مكشو تعرفه مريض بسيداء ملزمني نعمل عملية فرز ما عندهش علاقة بالأوراق التونسي عنده عنده نحطوه فين قاعدين يحطوا فيه نستانسخو الموديل الإيطالي نعملو في تونس مش معقول أنهم يقعدوا معناتها مطايشين في الشوارع ومعارضين هم معارضين الاختر وشعب التونسي معارضوا هم محبوش يقعدوا في تونسي تايسرا لا لا مش هي حراق فما عندهم عندهم ديباج فيسبوك وتقرى في الليباج فيسبوك يقول لك نحبو نقعدوا في تونس برشا منهم يقولوا نحبو نقعدوا في تونس وبرشا مشيوا قطعوا الحدود ومشيوا لإيطاليا وندمو يقول لك نحبو نرجعوا لتونس معتها في تونس خير من فيتالي هنا يخدموا ويصوروا الفلوس ويبعثوا الفلوس لديارهم وامورهم واضحة وتقاموا هما ونساهم مش حتى وحدهم ومشيوا لإيطاليا لقى روحهم من مرمدين ونقى روحهم يشدوهم ويحطوهم في أنا رو ما قلتش معتقلات قلت مخيمات بش تصير عملية فرز أول حاجة فرز من الناحية الصحية ثاني حاجة فرز من الناحية الأمنية ينجم يكون تابع عصابة ينجم يكون تابع مافيا ينجم يكون أي حاجة ثالث حاجة رؤنا كبلاد نفحققوه ليد عاملة نحب ولا نكررة في ال.. في الـ في الـ في الـ نستحقوه ليد عاملة في الفلاحة نستحقوه، ليد عاملة في برش حاجات نستحقوه، ليد عاملة بعد ما تصير عملية الفرز اختيار عملية الفرز خيبة برشoييا خيسر ام Hugo المريض Dance هالون من دخلوا بطريقة غير نزامية نشوف المريض مانع ش لم تعامله اللوح والنتيشو اللي ما مجرم انا رشع ليش نعبليه واللي حاجتي بيه. واللي حاجتي بيه باش نخدم نخدمه. ليس اجلاب قيس. اخدمو دي. اه لا دعب في لقب الكل بكتل قروحك تخدم في العمال اليدويية والكذاوية. هذك هيا مصلحة بلادي تحب ولا تكره كيما هو ما هل ما نجمش اللوم على ايطاليا راولي هي تحب تخدم مصلحة بلادها. ملا ما عادش من لوم على ايطاليا ما عادش لوم على يميل المترف كتصرفوا مع الناس وكتصرفوا مع نحكيو. 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 نحكيو على حياة بشر. مش نحكيو على النفاق. خم كم الفكر. اللي امور واضحة ما عندوش مشاكل امنية وما عندوش مطلوب في بلاده. وما عندوش سكر وما عندوش الدم. لحظة ملايه يا راس. اعطيوه اوراق بروفيزوار ويخدم على روحه ويدخل ويندمش في المجتمع مش مشكل. باركانت اللي عندو مشاكل واكستران شوفو حل كيفاش بس رجعوه لبلاده. يتمو تهجيره ويرجع البلاده ويرجع من الجهة. ولي عندو امراض وعندو بلهيزي من هالامراض يا قيس. بلهيزي. بلهيزي. قلت مرة وعادي تاني. كيزينا من الامراض. اشنا هو راحي ما غنوك روني ما شوزة. حتى احنا عناش بكونوا عنا مستشفائيات وعندو. على خطر مهاجر بالضرورة عندو ملف صحي تونسي. اذا انسان رك ما تعرفوش. ما تعرفوش تخلك من الحدود. بطريقة غير نظامية. وما تعرفوش يزمك تعرف عليه. ما تخليش اكيك يحاوز شؤال هو كهو. يا دي تونسا قاعدين يموتو. قاعدين يموتو. ميحبوش يدويهم في فرنسا. ميحبوش يدويهم في اتاليا ونعرك عليهم. ويموتو في ظروف. ويموتو في ظروف مسترابة. يحطو فيهم في معتقلات قاعدين يعملوا في اتاليا. بلكش خاعدين يرحبو في بيهم. هي هذا هو اللي ما نحبوها. نحبوش يعطوهم في معتقلات وفي. انا قلت في ظروف طيبة يا معز ما قلتش في ظروف خايبة. ولكن انت كدولة تونسية من من دورك انك تحمي تحميهم هما. وتحمي الشعب بتاعك زادا. مش مسيب الماء على البطيخ. وهو يحاوسوا في اسفاقس وبعد نهزوا نحطهم في الزيتون في العامرة. موش حل. نهزوا نحطهم في العامرة. ويحاوسوا في الشوارعة. حل هذا. موش حل. شوفونا. هل اخوي اعطيونا اعطيونا اختراحات. لا يعطيو في اختراحات. فيش نوم الاختراحات مريدش اختراحات.